مع تعدر تنفيذ بنود اتفاق ستوك هولم بين الأطراف اليمنية المتحاربة وخاصة ما يتعلق منها بمدينة الحديدة يبدو أن الأزمة اليمنية تتجه نحو المزيد من التدويل فالتقدم في تنفيذ بنود الاتفاق لا يزال محصورا في وقف إطلاق النار والحضور الأممي المباشر في المدينة ويأتي ذلك في وقت فشلت الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة التنصيق وإعادة الانتشار الخاصة بالحديدة وأوضحت مصادر محلية أن رئيس فريق المراقبين الدوليين باتريك كاميرت اجتمع خلال اليومين الماضيين مع الفريقين الحكومي والتابع لميليشيا الحوثي كلا على حدة عقب تعدر اجتماع الطرفين على طاولة واحدة إذ رفضت الميليشيا الثلاثاء الماضي حضور ممثليها لاجتماع بمناطق خاضعة لسيطرة الشرعية مضطر كاميرت إلى حصر اجتماعه بالجانب الحكومي قبل أن ينتقل للقاء الحوثيين تعذر الاجتماع المباشر للجنة التنصيق وإعادة الانتشار بالحديدة بالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ الاتفاق ومدتها 21 يوما يمثل أحد المؤشرات العملية على التراجع في التقدم المحدود الذي تحقق بشأن الحديدة إذ يحتفظ كل من الطرفين برؤية مغايرة للآخر عن الخطوات الملزمة للاتفاق أما الرد الدولي فقد جاء من خلال طلب الأمين العام للأمم المتحدة من مجلس الأمن الدولي السماح بنشر 72 مراقبا دوليا في الحديدة وكل ما من شأنه تسهيل مهمة الفريق الدولي بما في ذلك معدات عسكرية وطائرات وهو ما يعني أن ملف الحديدة يتجه إلى مزيد من التدويل لصالح الأمم المتحدة وعلى حساب الرؤى التي يتمسك بها طرف الصرع طلب الأمم المتحدة نشر عشرات المراقبين يأتي متزامنا مع بروز مؤشرات على انهيار اتفاق الحديدة وهي المؤشرات التي انعكست بجملة من الاتهامات المتبادلة بين الطرفين فضلا عن سيرورة الاجتماعات التي يقودها كاميرت في الحديدة والتي فشلت في التوصل إلى اتفاق حول آلية تنفيذية تؤدي إلى إعادة نشر القوات من الطرفين خارج المدينة ناهيك عن مقتل وإصابة العشرات من قوات الشرعية بهجوم لمليشيا الحوثي استهدف عرضا عسكريا لها في محافظة لحج ما يعني أن محادثات السلام اليمنية تذهب نحو مزيد من التعقيد والغمو شكرا لك شكرا لك